أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان برحمة الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن اللقاءات الأخوية المستمرة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة تأتي دأبا على نهج الآباء والأجداد وهي تعكس العلاقات التاريخية الممتدة والمتجذرة بين البلدين وأبنائهما في شتى المجالات بشيرا إلى أهمية مواصلة تنمية الروابط الثنائية المتميزة وتطويرها وذلك بما يحقق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله جاء ذلك لدى حضور سموه حفظه الله مأدبة الإفطار التي أقامها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أهل السعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية في قصر الصفا بمكة المكرمة اليوم وذلك تكريما لسموه بمناسبة الزيارة الأخوية التي يقوم بها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة حيث أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد أهل خليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء أعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أهل السعود على ما لقيه الوفد المرافق من حفوة الترحيب وكرم الضيافة وحسن الوفادة داعينا الله أن يعيد شهر رمضان الفضيل على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق وهي تنعم بالأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهل السعود ملك المملكة العربية السعودية ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أهل السعود وللعهد رئيس مجلس الوزراء هذا وقد حضر مأدوبة الإفطار مع السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين ترجمة نانسي قنقر